السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومنوله وبعد ايها الاحب الكرام احييكم جميعا بتحية اهل الجنة وتحية اهل الجنة السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المتجدد في هذا اليوم المبارك الاغر لكن الصلاة قد جعل الله عز وجل من شروط صحتها الوضوء والصلاة هي الرقل الاساسي من اركان الدين الاسلامي هي عماد الدين باش تكون الصلاة مقبولة الشرط الاول انه يكون الانسان على وضوء لهذا الناس من قبل لم يكن يعرفون هناك وضوء تصوروا معي ان الاديان سابقة اليهودية والنصرانية وحتى البودية والهندوسية والزراتيشية ما عندهم تقافة ان الانسان اذا اراد ان يباشر الصلاة لابد ان يكون على طهارة هذا ما يتميز به الدين الاسلامي الدين الاسلامي قبل ان نبدأ الصلاة لابد ان نكون على طهارة نتطهر بالماء شرع ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وخاطبنا من فوق سبع سماوات وقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم دعمته عليكم لعلكم تشكرون هكذا ربنا سبحانه يشرع لنا احكام الوضوء والطهارة في كتابه العزيزة حتى اذا تعذر لجأنا الى التيمم فتيمموا صعيدا طيبا يعني كل ما صعد من الارض احنا اليوم بغينا نتكلم ايها الاحباء بالوضوء بغينا من خلال حلقة اليوم نصحح هذه الاحكام حتى نضبطها وتكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء له مزايا كثيرة يكفي لو تأملناه من الناحية اللغوية ما معنى الوضوء يعني من الوضاء كنقولوا هذا وجه الوضوء يعني في الحسن في الضياء وكيكون فيها البعد من ظلمة الدنوب ولكن الوضوء في المعنى الشرعيديا لا بد ان نقوم باستعمال الماء الطهور لغسل الاعضاء المباشرة للصلاة هي اربعة اعضاء الوجه واليدين والرأس والرجلين عادة الانسان لمس الملابس دياله لكن وجهه عريان ويده عريانين ورأسه كذلك والرجلين هذا كي يحرقه بسرعة وكي يحتاج ان الانسان قبل ما يصنل الله ما يدخل في عبادة ومداجات مع ربه لا بد ان يغسل هذه الاعضاء بالماء انت كنكون الوضوء علينا واجب كيكون علينا واجب اولا في صلاة اي صلاة سواء كانت مفروضة او مستحبة اللي بغي يصلي النافيلة غير مستحبة خسوة وضع ولجت الفريضة حتى وغسكوا منضلها فالوضوء خاص بالصلاة سواء كانت فريضة او دافل الامر التالي الذي يجب له الوضوء وهو الطواف حول البيت في الحج والعبرة اللي بغي يطوف حول البيت لان الطواف تواعي بادة تواصل لا بد ان يكون متوضئا كذلك للمس القرآن اللي بغي يقرأ القرآن العظيم على خلاف بين العلماء مينو من قال واجب ومينو من قال مستحب لمس وقراءة القرآن العظيم من اللي كان مون توضو لا بد كان مجد الماء كذلك يتوضن من الحنفية من الروبيني وكذلك يتوضن من الإناء دي الماء لا بد من الاقتصاد الفرائد معروفة والسودان حتى يمعروفة العلماء قسموا من الفرائد من السودان وإن لا فالوضو سيكون متكامل في الفرائد أولا نخص التحضير النية اللي بغيت وضع سيوعده النية للوضو حتى كلك يغسل كي يغسل بغيت نظف كي يغسل بغيت برد كي يغسل عجب الماء هذا ما يتسمى وضو لأن العبادة أولها مقترنة بالنية يكون عندك النية دي الوضو ثم الفرد الأول هو الغسل للوجه ضروري الوجه أن يغسل كذلك اليدين إلى المرفقين ضروري خصم تغسله وكذلك الرأس الرأس كنديه وكنجيبه كلا أو بعضا وكذلك غسلوا الرجلين إلى الكعبين هذا الفرائد الأساسية إلى واحد من الفرائد ما كانش الوضو باطل بعض العلماء زادوا الترتيب لا بد أن نرتيب ما يمكنش نغسل رجلية أولا عند نغسل وجهي عند نتبعهم بيدي لا لا بد من الترتيب استحمر النية غسلوا الوجه غسلوا اليدين إلى المرفقين مسحوا الرأسي عند غسلوا الرجلين إلى الكعبين هذا كتسمى الفرائد وكذلك السودان اللي هي غير مستحبة المفروض أن الإنسان يحافظ على كل شي الفرائد والسودان السودان هي التسمية كي يسمي بسم الله لأنك تقول بسم الله ربك يبارك لك لغسل الكفين قبل إدخالهم الإناء هذه سودان يعني قبل ما ندخل دي السطينة دي الماء نكون غسلتهم أولا ونضفتهم دي السابون حيث أي بقايا دي الأوسخ عاد أباشر الوضو المضمضة مش يواجبا غير السودان المضمضة دي الفم كذلك الاستلشاق والاستنتار احتيا غير السودان المسح للأدنين غير السودان والغسل ثلاث مرات غير السودان مع تنبيه على اقتصاد في الماء الماء لا بد أن يكون مقتصد هكذا قسم الفقهاء قال لك هناك فرائد وهناك السودان ميزوا منتهم بعض العلماء قال لك ما كان لا فرائد ولا السودان كله كله فرائد علاش قال لك نكلي قال لك من السنة هو المضمضة المضمضة ما ربي قال لنا اغسلوا وجوهكم رأى المضمضة داخلنا في الوجه الوجه دي الفي الفم راح توا داخل في الوجه فأصبحت واجبة من لي قال ربي عز وجل غسل الوجه داخل في الاستنشاق والاستنتار الانف رأى جزء من الوجه إذا نرى المضمضة والاستساق والاستنتار يقولوا غير السودان لا رأى تايا واجبة داخل في غسل الوجهي كذلك في الفرائد كان مسح الرأس والأدودين اللي اسموها بعض الناس غير السودان لاتايا واجبة حتى الأدودين جزء من الرأس لذا بعد العلماء قال لك ما كيش سودان وفرائد كله كله واجب خسرين من اللي بغين توضع كان قول في الاول كان وجد واحد سطيلة دي الماء كان قوم بغسل كفية قبل إدخالهما في الإناء مازال نفس اللهم بالصابون عاد ندخل مباشرة الوضوء كان من في الاول متسمية كان حضرني هي اللولة كان قول بسم الله وكان من الغسل دي اليدين ديولي ثم بعد ذلك كان قوم بعملة المضمضة كان حافظ على هذا الترتيب وأقتصد في الماء من السنة الغسل يكون ثلاثة مرات كيقدر يكون الإنسان عنده اللحية فهذا لابد من تخليل اللحية تخليل اللحية بالماء كان اللي عنده العمامة بعض الرجال كده العمامة أو الطاقية أيضا من السنة أنه يمسح على عمامته المرأة كتمسح على الخمار ديالها ديالي الخمار في الرأس ربما قد يشق على الإنسان أنه يمسح رأسه سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عمامته بلا ميزي لها لكن هناك ضرر في الرأس والمرأة لدين الخمار أو دين الزف حاسب رأسها تمسح على المنديل كذلك للبس الخفين تقشر أي يمزمان كالخفين من الجلد إحنا اليوم من الصوف أو من الخيط أو غير ذلك توب عادي هدى كالبسح على الخفين هذه من الأمور التي يسرها الله تعالى في الثقه الإسلامي المتعلقة بالوضوء وهو البسح على العمامة والبسح على الخمار والبسح على الخفين لكن بشروط الخفين العلماء قال لك لا مدة من شروطهما من يبغي بسع الخفين هذي كي يوقع الموظفين اللي هما كيكونوا نهار كامل خدامين في الإدارات وفي الشركات وكيبقى لابس لا مدة سبط ديالو بعد توقيت المستمر كي يلقى صعوبة أنه يتوضى خصوصا عند الظهر كيجي شق ما شقه أنه يزين الخف ديالو ويغسل بالماء البعض ربما كيوقع عليه واحد الأمراض جلدية من الأصابع فكيف يفضل للسرعة يمسحها للخفين وكيتساءل ديما الناس كيبقى مختلفين كيجي يتوضى بالوضوء وكيوقع على الجيدان فالروبيني وهو الناس مجتمعين خاص لابدنا الأحكام لفهموها قبل ذلك القضية دي المسحة للخفين أو التقاشر جائزة ولكن سواء الإنسان اللي هو مسافر أو الإنسان اللي هو ملازم للعمل مثلا الإنسان اللي ملازم للإدارة أو المرأة الملازمة للبيت أو الإنسان المقعد أو الموظف اللي يخدم دهر كامل الشرط هو أنه يلبس الخفين على وضوء بلغي يلبسهم أول مرة يلبسهم على وضوء فإذا انتقن وضوءه وأراد أن يتوضأ مرة تانية يجوز له أن يمسح الخفين المسح يكون فقط غير من ظهر الخف من ظهر التقاشر من الفوق فقط هذا هو المحل المشروع للمسح المدة هي خصو يقوم لك المسافر عنده ثلاثة أيام ولا يليهده إلا كان مسافر تلتيام ظهروا ليلة إلا كان مقيم عنده ظهروا ليلة ظهروا ليلة خاصوا للمدة هذا هو الحد الأقصى للمسح على الخف وغيرت تبطل المسح إلا انقضت المدة إلا انقضت المدة تلتيام للمسافر يوم وليلة للمقيم يبطل المسح عن الخف كذلك إلا انزع إلا انزع الخف من رجله حيد التقاشر دياله وجاء الوضوء الثاني مشيد بسوما راح ورخصونا بوضيغسة رجله لا مدة يبقى التقاشر في رجلين دياله الوضوء إلا توضيتي ركت قادمة موضي ولكن ينتقب بأسباب إلا كيقول العلماء ما خرج من السبيلين يعني القمول والضبور إلا وقع هناك خروج ريح أو بول أو براز أو ما يسمى بالمدي أو المدي أو الوضي اللي هي مقدمة الماء الرجل كي يكون الرجل ربما لا يغض بصره أو ربما شعر من شهوة فيخرج منه وحد الماء إما كي تسمى المدي أو الوضي أو المدي هذا كلك يكون سبب أداء إلا وخرج لغر بالتفكور أو بإطارة النظار أو غير ذلك مشهوة ينتقب وضوءه لأن الإنسان غد في الشارع رات وضى وغد في الشارع وربما صدف نساء بحلة معينة ولم يغض بصره وشعر مشهوة رقد ينتقب وضوءه وليدري لأنه لا بد من غض البصر كذلك الذي يمس فرجه بشهوة كي يلمس الفرج يلمس بدون حائل حك جاته حك مثلا أو غير ذلك انتقب وضوءه في الحديث من مس فرجه فليتوضع كذلك الذي توضع ما يسترع وحد شمي ويندي النوم نوم عميق نوم مستغرق هذا كن نوم باطل للوضوء ما كيبقاش موضي كذلك كان لربما وقع لها واحد نوع من الإغماء إنسان عند السوك كان يطالع عند التوصي واحد اللحظة وقعت مشاكل كان موضي بغي يصلي واحد اللحظة وقع لإغماء أيضا هذا الإغماء ذهب العقل واحد فترة زمنية يبطل معاه الوضوء إذا بغي يعود يصلي خصوية توضع ومن يدري لعله أثناء إغمائه وقع منه خروج ريح أو بول وكذلك السكراد شي واحد كي يصلي قبله الله تعالى ومشا لشي مجلس عمل حفل عشاء في إدارة أو غير ذلك وقال للمدام البوتوكول تشربوا حد الجرعة دي الله بير مثلا ومتوضع بغي يليم خطرهم إذا مشا تشرب ولو جرعة واحدة بطال وضوءه ومالهرار 40 يوم الله يحفظنا جميعا من ذلك هذا الوضوء إذا حفظنا علي أيها الأحبة الكرام عندنا وحد الأجر عظيم وعظيم جدا هذا الوضوء مشير مجرد نظافة للأعضاء الظاهرة هذا الوضوء له أثر نفسي وسمو روحي كبير هذا الوضوء بحل الوضوء بحل الوضوء كتعود جدا طاقة دي الله أكثر من هذا من لكي توضى الإنسان ربي عز وجل كيقدم لنا واحد الهدية كاذو ما هي الهدية هي أنه كيغفر لنا الدنوب اللي جرأنا عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضى فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخوج من تحت أظافره وتصور من لغة توضى كل قطرة دي الماء خرجت منك كتخرج بآخر إتم العين إذا شفت الدنوب لم تغد البصر من لغة تغسل وجهك الماء اللي غسلت بيعينك غين شف غين تحيد الخطايا اليدين داروا شي مصيبة لا قدر الله من لك تغسلهم بالوضوء آخر نقطة بآخر إتم اللساني لقال شي كلام ذي الغيمة والنميمة بليك تدين المضمضة آخر نقطة من الوضوء كتكون بآخر إتم الرجلين إذا مشون شي مكان في معصية آخر نقطة كتنشف منهم الوضوء بآخر إتم هكذا قال النبي الكريم من توضى فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظافره بل قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء وغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأدنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أدناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء حتى الخواطر النفسية يغفر الله تعالى الوضوء أنا مهم جدا أيها الأحبة الكرام لابد أن ننتبه كل صلاة نجدد وضوءنا تبركا بهذه الكرامات العظيمة اللي كينا في الوضوء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لتوضى وأحسن الوضوء ثم قام للصلاة فحمد الله وأتنى عليه ومجده وفرغ قلبه لله قل لك هذا ينصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه ربجات كتتوضى وحد وضوء حسن وكتنط صلى لله تعالى إما الفريضة أو ركعتين وتفرغ قلبك لله هذه اللحظة يغفر الله لك الخطايا جميعها وكتكون كهيئة من ولدته أمه ذلك الجنين يلنخرج من بطن أمه كيكون مغفورا له جميع الدنوب والخطايا الوضوء له كرامات وله أسرار وله بركات في الدنيا بل حتى في الآخرة في الآخرة يوم البعث والضشور بل لغا يكونوا الناس ريخرجوا من القبور ديالهم وشكي قلب على شيء سيد النبي صلى الله عليه وسلم همه الأكبر أنه يبحث عن المؤمنين وعن المسلمين وعن المصلين كيكون الأمم كثيرة من أهد نوح عليه السلام إلى آخر القيامة فقال النبي الكريم لما سئل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك قال لك نعرف الأمم ديالي أنهم غر محجلون من أثر الوضوء ماش كي عرفنا سيد النبي واش عندنا شي كاخت واش عندنا شي ويسام واش عندنا شي شي بيس ماش عرف فينهم الناس ديولو من جيل سيد نوح من جيل سيد موسى سيد عيسى سيد يوسف بماذا سيعرفون النبي الكريم أننا مسلمون من أتباعه غدي عرفنا من أثر الوضوء غدي قل المسلمين المصلين غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم فهذه وحدة الكرامة عظيمة حتى أن النبي الكريم غدي عطي الله تعالى في يوم الحشر الحوض الحوض هو وحد الفضاء كبير فيه وحد الماء عدم أبيض من التلج وأحلى من العسل وهذا الأواني دياله أكثر من عدد النجوم والناس كلهم كيبغيوا يشربوا من ذا كلمة جميع المخلوقات الكفار المشركين المدافقين الملحيدين الكل يريد أن يشرب من ذا كلمة فقال النبي الكريم فإنه يصد الناس النبي الكريم يصدهم كما يصد الرجل الإبل عن حوضه شو واحدة عنده الحوض وجووا الإبل للجيران أو للغرماء بغير يشربوا من ذا كيش سدهم هكذا يفعل النبي الكريم قالوا إلا أمتي قالوا لي يا رسول الله بماذا تعرفون يومئذ نحن بخلطين مع الناس قال إن لكم سيماء ليست لأحد من الأمم تريدون علي غررا من أثر الوضوء غير يكون عارفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفة مأنك من أمتي من الوضوء بل إن الله عز وجل أعطاه واحدة كرامة عظيمة اللي كي توضع بل يربي غني يوزع الكرامات في الجنة غني يلبس الله تعالى الحلي الحلي وتصور معي غير دي موض واحدة شكت معه بالدنيا في الآخرة هداك دهب ولؤلؤ ومرجاد وأشياء زبرجد وغير ذلك الحلي فقالوا بأن المؤمن تبلغ حليته إلى حيث يبلغ وضؤه الحلية هي الأساور واللؤلؤ والمرجاد اللي كيكون عن المؤمن في الجنة أهل الجنة ربك يقسمها النعيد على حسب وضوئك لينقلنا اسماغوا الوضوء بعض الناس ربما قد يتهاونون عن الوضوء يقول لك وبعدين أيك هذه غير عبادة عادية أرى الإيمان في القلب أرى الإيمان أرى هو السلوك العام أرى الإيمان هو الكلام الحسن أما هذه غير شكليات هذه ليست شكليات هذه عبادات شرعها الله عز وجل في كتابه العزيز وكما سلف قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعمين وإن كنتم جنبا فاتطهروا كلام طويل من فوق سبع سماوات شرعه الله تعالى لا ينبغي أن نستخف به بل لكي استخف به والعياد بالله هناك وعد أو وعيد بأن هناك عذاب في القبر النبي الكريم لما كان يمر على مقبرة مر بقبرين ويسمع الأنين سمع الأنين لناسيب لكم القبرين قال لهذه القبرين فيهم رجلان وإنهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس من نبيمة وأما الآخر فكان لا يستطر من بوله الأول كان فيه الغيبة والنبيمة والتاني ما كانش يستطر لهذا النبي الكريم قال لنا أكثر عذاب القبر من البول لسانك يتمول وكيبش يتوضع بقي مازال منسفش لم يستبرع بقي مازال كيقطر وكيبش يتوضع هذا كيكون الله يحفظه وإياكم من عذاب القبر أما الذي لا يتوضع هذا لا إيمان له قال النبي الكريم لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له انتباه أيها الأحباب الكرام الوضوء مشيحة سهلة بل إن بغير توضع نعرف القيمة لهذا الوضوء رفي واحد نعيم عظيم لا بدنا نستحضر بأنه عبادة لله وطاعة للمولى وده حرص وقيمه على الشاكل التي أمر أن النبي صلصم أن نقوم بها بل بعد الصالحين كتلقاك يتوضع في كل وقت الوضوء سلاحه المؤمن يخرج لعمل ديالك يتوضع سوف يفترك محمي مسلح السلاح عظيم لك تتوضع وتخرج لعمل ديالك بدي تقوم بالفلاحة بدي تقوم بعمل إداري بدي تقوم في المصنع كتقول أجل توضع هو اللي أول رب لك تباشر واحد لعمل وخمش عبادة عمل عادي معتد وأنت متوضع كتكون بأكل باركة وكتكون مسلح وكيكون ربي حافظك بل أكثر من ذلك كي يبغي بعض الناس بلك يبغي العس عند النوم كتوجدك يمشي كي يتوضع ما كده عبادة غير النوم هذا النوم إلا توضيت لنعسين تموضي ربش بحل لنعس هو غير متوضع إلا نعسين تموضي كتشعر موحدة الراحة وحن طمأنينة نفسية بل جاء في الحديث أن الأرواح تعرج في مدامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش فمن كان طاهرا سجد عند العرش ومن ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش الأرواح جدا أيها الأحبة الكرام غير كالناس كالناس حين في المدام رأي ينفصل الروح عن الجسد شوفوا حن نعس غيبا لك ربحل جتها بدا الروح مباشرة تصعد إلى بارئها وتقوم بالسجود لله حتى الروح من أمر الله ودفخت فيه من روحي الأرواح كلها كل ليلة يسجدون لله كلمك يصليش بأعضاء جسمه ولكن روحه تصلي رغم عنه في كل نوم ربك عز وجل ينتزع منك روحك فتصعد إلى السماء فتسجد عند العرش لكن الفرق منه ما هو ذكر اللي نعسات وهي طاهرة بالوضوء فإنها تسجد عند العرش مباشرة والتي نامت وهي غير متوضئة تسجد ولكنها بعيدا عن العرش هذا مطلب أيها الأحب الكرام نحرص على أن نتوضى حتى عند نومنا غيرا نشعر بالطبئنينة وبالسكينة والأشباح والمدامات المزعجة المخيفة لن تقربنا والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا غيرك التوضى قبل ما تنعس ملك من السماء يجي عندك حافظك هذا حافظ كيف قحدك ويستغفر لك أنت ناعس أنت ما كنت تشمجهود وهو يستغفر لك حتى أنت متوضع فإذا استيقظت قال الله مغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا بغينا أيها الأحب الكرام جميعنا نجدد النية والعزم باش نهتم بعبادة اسمها الوضو وبالي يبغي نتوضع نكون على استعداد بأدد الآن في عبادة مباركة ونقول بعض الأدعية مثلا بلغي نغسل الوجه ديالي عندما نغسل الوجه ديالي فالول كان سمي الله بسم الله الله أكبر وبدأ نتوضع وكل عضو عنده أدعية خصوصا للوجه تصورتك تغسل الوجه ديالك قول اللهم بيد وجهي يوم تسود الوجوه وتبيض الوجوه اللهم بيد وجهي وحد اليوم يوم القيامة يسمى بأنه يوم تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه تكون وحد العالم عالم مخيف الناس شي طالع شي نازل بحل الأسهم فانت من تغسل وجهك قول اللهم بيد وجهي يوم تسود فيه الوجوه لا تسود فيه وجهي يوم تبيض فيه الوجوه قل بالله تعالى بيد الوجه ديالك أثناء غسلك للوجه بتسل لديك خصوصا لليمنا وليليسرى إما عند المرفقين وإما عند الرسل تسل لليمنا قل قل اللهم أعطيني كتابي بيميني اللهم أعطيني كتابي بيميني وحاسم لي حسابا يسيرا تسل لليليسرى قل اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة في عنوقي حتى يوم القيامة بعض الناس سوف يؤتون كتابه بيمينهم هذا غير تحسن حسابا يسير اللي عنده كتاب باليمين ديالو دوز على السيرات مرحبا بك يا هلا وسهلا اللي كتعطيني كتاب بالشمال ديالو إذك تكون مغلولة إلى عنوقه كيبقى تمكي تسن غير الحر للشمس كيهلك لأنك نقول في الدعاء عند غسل اليد اليمنى اللهم أعطيني كتابي بيميني وحاسم لي حسابا يسيرا وعند غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنوقي من لك أمسح الراس ديالي والراس فيه الدماغ فيه العقل فيه المخ راسهم هو اللي تعبهم اللي تعب للك يجي من الراس من الأفكار من الهموم من المشاكين من الشقيقاء من المتاعب هذاك الراس إذا كان مبارك لذلك مرتاح إذا كان متعب حيات كلها عدم حينما أتوضأ وأمسح رأسي غنقول اللهم غشيني برحمتك وبركاتك وعفوك كان بسح رأسي كان مندي ديالي الشعار ديالي اللهم غشيني برحمتك وبركاتك وعفوك وعندما أغسل قدمي دائما أنقول اللهم تنبت على السراط قدمي يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني لأن يوم القيامة سيكون السراط السراط هو شعرة أحد من السيف وأرق من الشعرة طريق طريق أرق من الشعرة وأحد من السيف هو طريق بين الجنة والنار كالك يدس من الإنسان يمر مرور المرق وكالك يمشي منها يتخافت غيطيح وكين اللي غدك يحمو وكين كل وقت شو بقى عليه ديك اللحظة القدم ديالي واش غد تبت أم لا حدك نقول دائما اهدين السراط المستقيم منغسل القدمين ديالي في الوضوء غد قل اللهم تبتني على السراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني ثم حينما أنتهي من الصلاة كنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله اللهم اغفر لي دنوبي وافتح لي أبواب رحمتك هذا ربي عز وجل لك يغفر لك جميع الدنوب لإرتكبتها وكين تفتح لك أبواب الرحمة أبواب الجنة التمانية وكين تكون مرحوم مرحوم ومكروم هذه أيها الأحبة الكرام نعوى لنا جميعا لكي نجدنا تعاملنا مع الوضوء لكي نعتني به ولا نستهيد به أسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم للمزيد من العبادات والطاعات والقربة لله جل علا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله